مساء الجمال مباراة الزمالك والانتاج مطشة حلوة جدا جدا للزمالك في الظروف اللي هو فيها والاصابات اللي بالجملة دي كارترون قطر خيرو بجد يعني الراجل ده جيه بعد بداية موسم وبعد مش هو اللي جاي باللعيبة دي او مش هو اللي مكون الفرقة دي الفرقة دي يعني فرقة الزمالك فيه نجوم كتيرة بس فيه اماكن فاضية فيه اماكن عبدالشافي مفيش لبديل مفيش لبديل يعني نص الملعب طرق احمد ملوش لبديل يعني مفروض الحاجات دي تتزبط من فترة الاعداد من الزم بكارترون لكن كارترون هو اللي شال الليلة في القصة دي على طول بيلعب لعبة مش في اماكنها لظروف اصابات النهاردة زادت قوي معاه بداية المطش فيه ناس كتيرة جدا لظروف الاصابة بتلعب مش في اماكنها ولكن كانوا هم النجوم المطش وكمان كارترون نجم المطش الاول ازاي يوظفهم في الاماكن دي اكيد ليه رؤية وحس انهم هينتجوا انتاج كويس جدا في المطش وكانوا كلمة السر بصراحة يعني انا اول مرة شوف طريق حمد بالحلوة دي طريق حمد حلوة ليه عشان بيلعب قدامه اتنين الله اكبر فرص حصنة امام عشور وزيزو ما عندهمش تهريك بيجروا منطلقين وعندهم سرعة الانطلاق من الدفاع للهجوم فرق كتير جدا مع نادي الزمالك من الشرط الاول خلي بالك من الشرط الاولاني سرعة انطلاق الهجم النادي الزمالك سرعة التحول من نص الملعب لغاية ما توصل لمصطفى محمد سرعة ما شفتاش في نادي الزمالك لان كان فيه اوباما بيقف على الكرة كتير سياسي بيفكر كتير لا امام عشور وزيزو برغم بعض امام عشور عن اللعب وبرغم بعض زيزو متبهدل مع الفرقة ساعات ونجرايت مكان ونجم لما كانت ملطاشة ونجم جامد وهي لسه ملطاشة لغاية دلوقتي زيزو يلعب مرة ونجرايت مرة ونجليفت مرة باك مرة تفندر لكن سنائي وسط الملعب مع طارق حامد النهاردة خلوا طارق حامد منور او 90 دقيقة لان مش متبهدل لما كان ساسي ما بيدفعشي واتلاقي طارق حامد بيعمل فاولات كتيرة وبيضرب من غير كرة صح لكن النهاردة شفت طارق حامد ده بيباصي ليه لان فيه اتنين وسط ملعب عاملين كسافة عددية وبينقلوا الكرة الكرة النهاردة لغاية الدقيقة مثلا اول فرصة جات للانتاج في الدقيقة 62 اول فرصة تروح على جنش تخيل فريق الزمالك بيلاعب الانتاج انتاج فريق عنده امكانيات عنده لعيبة كويسة عنده مدير فني رائع كابت المختار مختار ومع ذلك 62 دقيقة زمالك ناقص لعيبة كتير زمالك ناقص جيش من اللعيبة يكفي بن شاركي وساسي واباما ثلاثة اساسين في الناحية الهجومية لكن سبحان الله النهاردة الزمالك فريق حقيقي فريق محترف فريق اللي هو الرتم بتاع القرى الحديثة ازاي تنقل من نص ملعبك لو بقى زيزو زيزو وامام عشور بالحيوية اللي عندهم دي لو سلاسي الهجوم بقى عندهم نفس الرتم بتاعهم يعني مصطفى فتحي لقى رتمه اقل من زيزو وامام عشور ونجم في حتة تانية خالص ونجم عامل زي جراردو بتاع الاهل بالضبط نفس القصة برضو بيقع ويقوم ويقع يعني بعيد عن اللعب خالص بعيد عن اللعب خالص ومصطفى محمد الشرط الاولاني مكانش كويس الشرط التاني الهدف الداله ثقة لكن مصطفى عنده مشكلة كبيرة بيضيع فرص بساعات ايه في حاجات مش عايزة تأليف مش عايزة يعني لا عايزة سهلة مصطفى جات لقرة من احمد عيد الباك يمين الرائع الباك يمين المبهر اللي بيسعدني احمد عيد ده ربنا يحفظوا احمد عيد موليد 2001 احمد عيد موليد 2001 يا لسه ماكملش الساعتاشر سنة لكن اكسم بالله عنده هدوء وعنده فكر وعنده فنيات ربنا يحفظوا رب ننسك الخشب ما عندناش باك رايت احمد فتحي عنده ستين سنة ولسه بلعب منتخب مصر لان ما عندناش باك رايت احمد عيد عملها المصطفى محمد الشرط الاولاني مصطفى مش عايزة فلسفة مش عايزة عملها يعني كده عملها زي ضربة لا اعملها في اي حتة على فكرة عمر عمر كان مستسلم لانك انت مصطفى عند رقطة البلن مفيش مدافع معاك كرة جايلك من احمد عيد نموذج انت بس هتلعبها ما بيني تلات خشبات جور الحاجات دي بتخلي الفرقة تركب المطش بدري الهدف ده لو كان جه بدري كان الفرقة رجب تلمطش فيه كورتين في الشرط الاولاني مصطفى محمد وقنجم اللي لو مصطفى فتحي عدى وقنجم يحطها في اي حتة على الارض جور الراجل شطها فوق قبل ما انسى اعملوا لايك للفيديو عشان اللايك عشان الفيديو ينتشر يا جماعة بإذن الله ولازم تدعمه القناة باللايك اللايك اللي انت هتعمله دلوقتي حال انت بتسمع الفيديو بيخلي الفيديو ينتشر في كل مكان زي ما قلتلك سلاسي الزمالك دلوقتي عنده سلاسي جوكر دي على فكرة فيه فرق كتير اجات لقى واحد بس جوكر لكن النادي الزمالك ماشاء الله وظروف الاصابات ساعات ظروف الاصابة بتحييلك نجم ساعات واحد عنده بيلعب على طول بيلعب على طول ويجي تصاب تكتشف اللي بيلعب ده ايه ده ده فينه ده من زمان فسبحان الله الاصابة هي اللي بتكتشف زي ميتشو اخفاق ميتشو وفشله هو اللي خليك تقول كارترون رائع كارترون لولا ميتشو فشل ما كنتش هتشوف كارترون في الزمالك هي الكرة كده الكرة يا جماعة مكان واحد النادي الزمالك فيه اربع حراس الاربع حراس رائعين رائعين محمد صبحي حارس المتخب اللي هم برائع عواد رائع ابو جبل جنش بس هو واحد اللي بيلعب فعشان كده المكان ده مهم اختيار المكان مهم عشان كده أنا لما بتكلم على لعب اجنبي ويجي ما الاجنبي ده يجي على راسي من فوق ما فيش مشكلة بس بياخد مكان لعب الكرة يا جماعة اماكن في الملعب النهاردة ونجم بيلعب لعب تسعين ديئة واتغير في الوقت الضايع ونجم النهاردة ونجم خد فرص في لعبة في الزمالك ما خدت اسلام جبر شفت عامل زي اسلام جبر يلعب وانجريت يلعب يلعب وسط ملعب يلعب وسط ملعب كان نجم رغم ان مش مكانه كان بيلعب جنبي طريق حامد مطش السموح كان هو نجم المطش النهاردة بكش مال ما فيش اي اخطاء ما فيش اي اخطاء لما بتطلبه بتلاقي طب ده لما بتديله فرصة من بداية الموسم لو بيلعب مكان ونجم الفرص اللي خدها دي كان اسلام جبر ده هنكسبه في منتخب مصر امام عشور امام عشور ما لعبش خالص ما لعبش خالص في الزمالك حتى المطشات اللي تخانق فيها في مطش الاهل السبر ده يعني جرم الدكة تخانق ما بيلحبش انما امام عشور لما لعب النهاردة رائع ايه ده يا ابني ده ما شاء الله عالجمال وعالكورة عاللي ستايل شفت الكرة اللي الداخل بها بدمغه في الارض دي ها دي ايه عدم لعب اهوك عدم لعب عايز يزبط نفسه بأي طريقة طيب امام عشور ده لو يلعب على طول حيطة اللي اندفاع وكرة بتطول منه ويخش الدخلات الغريبة دي هتروح منه هتروح هيبقى مكسب النهاردة مكسب كبير جدا نادي الزمالك جنش رجوعه ما شاء الله اه كده ليها فواد كده بس يا جماعة ده بقاله سنة بعيد واكتر من سنة كمان لما كنا لانا الحارس الاول فريق نادي الزمالك ويجي لما اتصاب في رجلي يروح يشتيروا اتنين حراس الزمالك يروح يشتيروا اتنين حراس يشتيروا ابو جبل وعوادي تقتل وانا مصاب كمان ديها اتنين وستين كان ممكن يقلب المطش كان ممكن الزمالك يتغلب نما قاري الكورة وعايش صح وطلحها كورنا انقذ الزمالك من هزيمة مكسب كبير جنش انه يرجع خصوصا ابو جبل بعد كورونا طبعا ابو جبل قبل كده هو اللي جاب البطولات للزمالك في ست ايام دول ابو جبل كان اسد بس راجع فيها فوات كتيرة فوجود جنش هيفوى ابو جبل يبقى مكسب للزمالك وجود اتنين حراس احمد عيد هنبتكلم عليه بقى في الفيديو بتاع النجوم المباراة هنتكلم عن نجوم حاجة تفرح احمد عيد ده شوف يا جماعة بقريد ما بيوصلش للخط ويرفع ممكن من مكانه بس بيعملها صح بيعملها لللاعب تبقى سهل عليه ما بتكونش فيها عقد لا احمد حاجة جميلة بنا يا حفظ يا رب احمد عيد عجبنا قوي 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 والله انا ومن حسام البدري اخده منتخب مصري ليه يا جماعة بتكلم على مثلا وجود مثلا واحد زي ونجم واخد فرص من الناس ليه بتكلم كده فاكرين انتو رحنا كاس العالم بدور اسحاربة لما رحنا كاس العالم ليه لان احنا رحنا كاس العالم الكاس العالم كان عشيد 18 احنا الموسم ده كان فرود النادي الزمالك كاسونجو هو اللي كان فرود النادي الزمالك فرود النادي الاهلي كان ازارو كان فرود النادي الاهلي ما عندناش فرودة كنا روحنا كس العالم بدون فرود حقيقة خدوا مروان فرود اللي هو الاحتياطي ما بيلعبش في نادي الأهل بس مفيش منت لازم تروح كس العالم بلاعب مصري مش لعب محترف وخدوا كوكا اللي هو عمرنا مقتنع نبي كلنا كس العالم مفيش لعب الأجنبي بياخد مكان المصري لما بتكلم على لاعب أجنبي يعني شفتوا النهاردة طريق حامد جنبي إمام عشور وجنبي زيزو أنا شايف النهاردة نص ملعب نادي الزمالك هو كلمة سر إيه الحيوية والانطلاق ده طيب لما يرجعوا المحترفين ساسي وبن شاركي وحد زي بن شاركي لما تجيب وحد زي بن شاركي محترف أنا هقول لك مية مية براف عليك ليه عنده موهبة وحرفانة أحسن اللي عندك علي معلول بك شمال في النادي الأهلي بك شمال بس أنا بقول لك هو أحسن محترف في مصر علي معلول يا عم ده بك شمال هو بيعمل لا ده في الماتشاط التقيلة هو اللي بيكسب نادل أهلي الماتشاط أفريكيا هو الماتشاط التقيلة هو اللي بيصنع اللعبة هو اللي بيسجل وهو اللي بيروح وهو اللي بيرفع بيعمل كل حاجة في الملعب هو ده الباك الشمال لان ما فيش في مصر باك شمال زيه فقول لك برافو عليك ان انت جبته لما هتجيب لي واحد أفريكي في ناحية الفروت وياخد مكان مصطفى محمد واحنا رايحين كسعالم كان بيلعب في طنطة ولا في الجيش وكان بيسجل جوان وكان مكسرتون يا والله كنت دايما في تحليلات الفيس أقول ده أحسن فروت في مصر بس مين ياخده من تخب مصر مين اللي هياخده من نادي الجيش ولا نادي طنطة من تخب مصر فهمت ليه راح عارة لان كان كسونجو موجود ستزا مالك أنا أقصد ايه ان اللعب المحترف اللي بيجي بياخد مكان لعب اللعب المحترف بياخد مكان لعب انت تقدر تكسبه امام عشور ده الراجل ده لو بدى الموسم بالشكل امام عشور ده لو بدى الموسم كان يبقى عامل ازاي والله كان هيبقى متخبص عمار عمار بتاع نادي الأهل اللي أعروه كنت زعلان جدا ده في النهائي بطولة أفريقيا هنا المنتخب الأولومبي أحسن لعب في الملعب القابل النهائي كان أحسن لعب في الملعب أحسن لعب في الملعب لما رجع نادي الأهل يعيني مالوش مكان أعروه لأ أنا أجيب أفريقي يبقى عنده قرع عليا قوي أنا أقولك ماشي تعير العمار نا ما تجيب أفريقي ما بيعرفش يباصي وتعير العمار يبقى أنا خسرت عمار يبقى أنا كل زعل على المصري اللي مالوش مكان بصراحة كابتن المختار مختار في الإنتاج ما كانش موفق في التشكيل ليه؟ لأن الطريقة اللي بتلعب بها كابتن المختار لك تلعب تلاتة مدافعين في وسط الملعب دي محتاجة مهاجم حاجة من الاتنين يعنده سرعات تتلعب له كورة في مساحات زي رجب اللي انت كنت مقعده احتياطي أو عنده مهارة يقدر يقف عليها باسم مش الفروت ده لا عنده سرعات ولا عنده مهارة باسم بتاع صندوق تترفع يطلع بدماغه ويزحلق بتاعه لكن إنه يقف على كورته لا فالإنتاج ما كانش ليه أي إنتاج في الساعة الأولانية لغاية ما سجل الهدف وعمل تغييرات الكابتن المختار وإزا مالك اللعب أمام ابتدى يجهد وزيزي ابتدى يجهد ابتدى يبقى فيه شوية كارترون بقى أنا زعلان منه من حاجة إه هي أنت بنغير مصطفى فتحي في دقيقة ثمانين بتعندك خمس صغيرات وعندك إصابات كتيرة ما لعبوش في المطش وهي دي اللعبة اللي موجودة دلوقتي فمحمل عليها ليه عندك خمس صغيرات تعمل تغيير في دقيقة ثمانين مصطفى فتحي وبعد كده تطلع مصطفى محمد في دقيقة ثمانين ليه كده طب ما تعمل تغييرين في دقيقة سبعين خلي اللي ينزلوا دول اللي يلعبوا عشرين دقيقة بحيوية ويعمل في دقيقة مثلا حاجة وتمانين تغييرين تانين أربع يا سيد ما تنزلش خمس يبقى أنت اديت فرصة للي ينزل أنه يبقى عنده حيوية أكتر ويريح نص الملعب الزمالك تعب زيزو تعب وإمام عشور تعب فكت إما تغير ونجموا مصطفى فتحي دقيقة سبعين وتنزل اتنين بصحتهم تترميلهم القرى ويجروا يريحوا شوية نص الملعب لكن كارترون أنا باخد عليه في المتشاط كتير في تغييرات مثلا بنزل واحد في دقيقة سبعة وتمانين أو اتنين في دقيقة سبعة وتمانين لا أكونت تسيب بقى اللي في الملعب يكمل دقيقتين نور ما فهمتش فايدة يعني هنتكلم إن شاء الله بإذن الله فيديو بعد ساعتين تلاتة كده بعد ما تشوفوا الفيديو ده على نجوم المباراة وليه نجوم المباراة وأنجزه إزاي شكرا